مش بس كده ده زمان أيام قبل بعثت سيدنا رسول الله كانت الستات محرومة من أن هي تشرب اللبن اللبن ده للرجالة بس ومحرومة كمان من أن هي لو الخروف خلف ذكر والدبح الذكر ده الراجل بس اللي يأكل منه مش من حق الست لكن لو ماتت المعزة ولا الخروف نبقى ناكل مع بعض الستات والرجالة فأنزل رب العالمين القرآن يتوعد لهذا الفهم اللي بيحقر من شأن المرأة وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا اللبن يعني ومحرم على أزواجنا وإيكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم تفسير ده تفسير سيدنا ابن عباس كان بيحكي إيه اللي بيحصل قبل ما ييجي النبي صلى الله عليه وسلم وينقذ المرأة من الهوان اللي كانت عايشة فيه قبل بعثت سيدنا رسول الله اللي هو عايزة تشرب بق لبن ولا حاجة لم عليش أصلين تست لكن لو الخروف ده ميت وهناكله وهو ميت ممكن الست تبقى تاكل معانا سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم من حوالي شهر تقريبا أحد مشايخنا زرني في البيت وبعدين شاف بنتي فدها السبحة بتاعته طبعا سبحة الشيخ دي بالنسبة لنا غالية جدا فبعد طبعا مولانا مشي قمت جايب بنتي هاتي السبحة وإيه بقت سبحتي خلاص وبعدين بعتلي الشيخ صورة كده إن السبحة في إيدي فبعتلي بيقول لي أنت مسترفها منها ولا باخدها قلت له طبعا لا أخي قلت له مولانا خدتها طبعا أنت ومالك لأبيك قال له أنت ومالك لأبيك في حق الولد أما في حق البنت فأنت ومالك وحياتك لابنتك شوفوا العلماء بيعلمون إيه بيغير مفهوم أنا طبعا بقى إيه لهاتي السبحة أبوكي وشيخنا يا ربين على إكرام المرأة سواء كتمراتك ولا أمك ولا أختك ولا بنتك رضي الله عن ما شيخنا مش بس كده العرب زمان بمناسبة قيمة المرأة النفسية والاجتماعية كانوا ورثين عادة مقيتة من يهود الجزيرة العربية أن الست لو كانت حائض تبقى نجسة نجاسة حسية فكانوا يطردوها من البيت ما تعضيش معانا كأنها نجاسة حاجة صعبة جدا يعني وما تكلش معاهم ما تمدش ديها على الأكل فينزل القرآن عشان ينتصر للمرأة من هذه العادة القبيحة ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا الجماع فقط ولا تقربهن يعني في الجماع حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم يعني ذو الحللكم وقدموا لأنفسكم لما تيجي في علاقتك مع مراتك قدم الحب قبل الشهوة لأن الست تحب الحب أكثر ما تحب دخلة الرجل العنيفة لقضاء شهوته وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين اتق ربنا في الست دي اللي لما كنت بتوليها عليها حائض تطردها بر البيت سبحان الله لدرجة أن ستنا ستنا عائشة في يوم من الأيام سيدنا النبي بيقول لها هاتي لي الجلبية بتاعتي من حتة فقالت يا رسول الله إني حائض شوف الفكرة هنا ينفع ألمس الجلبية بتاعتك وأنا حائض ده ما يعملش نجاسة في الجلبية إني حائض قال ليست حائضتك في يدك كأن السنة بتفسر القرآن مش بس كت بمناسبة المكانة الاجتماعية والرسالة من الله علشان تنقذ الست من هذا التضاؤل الاجتماعي والنفسي زمان سيدة ابن عباس بيقول إن السنة كانت جزء من ممتلكات الرجل عند العرب فلو مات الراجل بيسيب مواريث ليه من ضمنها مراته فييجي ابنه يورث مراته يعني أنا أورث حاجة أبوي عربيته ولا اللبس بتاعه ولا الكنبة بتاعته وبالمرة أورث مراته كمان فينزل القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يعني إيه تورث إنسانا أصلا يعني علشان يعلم الدنيا أن هذه المرأة لا تقل عن الرجل وأن ظلم المرأة ده من ظلم الإنسان لنفسه وأن ظلم المرأة من التعدي على حقوق ربنا سبحانه وتعالى جميل القرآن يجي يعدل الموازين المقلوبة في اجتماعياتنا وحاجة مش يعني نوع من قلة العلم إن الواحد بعد كده يقول إن الإسلام والشريعة ظلم المرأة وإن دينا دين ذكوري ممكن يكون فاهم بعض الناس ذكوري لكن ربنا سبحانه وتعالى بعت رسالة في منتهى الوضوح لإرجاع المرأة للمكانة الاجتماعية والنفسية وأنها لا تقل عن الرجل درجة إن سيدنا قيس بن شماس أحد الصحابة قعد يضرب مراته السيدة جميلة بنت عبد الله بن قبيد بن سلول لغاية ما كسر الله أقديها فجي أخوها يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما لك عليها يعني خذ بقى مهرك والمؤخر وكلام ده يا قيس والحقي بأهلك إذا كنت هتضرب مراتك لغاية ما تكسر عضمها أنت ما تستهلش الست دي الحقي بأهلك في رسالة وضحة من الله ورسوله أن المرأة مكرمة في عين الله ترجمة نانسي قنقر